هذا يوسف لم يطرده اخوته لكنه وجه الفقر يفترش الشوارع بيتا والصبرقوتا وحدث ايضا ان طفلا تقتل براءته بسيف الفقر يجمع ما تبقى من قطرة حياة في العراق لا غرابة ان يعلو الفقر على رأس الهموم وهنا بغداد في الزمن الحديث ايضا يقتلها الفقر بتفاصيلها اما ما تقوله وزارة التخطيط عن ربع شعب العراق يعيشون تحت خط الفقر فهذا قول اخر من مسلسل المخاطر والعالم يتفرج دون انفراجة في الافق يعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء ان نسبة الفقر وصل الثلاثين بالمئة والحبل على جراره التزيد التوقعات ببلوغه خمسين بالمئة الله اكبر على اليوم اذا يتسع فم الفقر اكلا الصغير والكبير بنجدة ام لا تملك سوى التضرع الى الله خطوط الفقر تتسع وتكتب بعذابات العراقيين خطوط تزداد حدتها مع خطوط اخرى قطعت قبل تحقيق اهداف تحسين الواقع المعيشي في البلاد في الارقام المتداولة ان خط الفقر دخل شهري يصل نحو مليون دينار على الرغم من هذا كله الا ان الحكومة تقدم ورقتها البيضاء والتي من ابرز اهدافها يأتي حماية المواطن البسيط فيما الحقائق على الارض تكشفها وجوه هؤلاء اليوم ولا غير اليوم يصح العراقيون على حقيقة اشد من الكارثة ان نصفهم غرقون في البحث عن نقمة عيش ولا غرابة للمرة الالف ان امعنت النظر نعم فالصورة ليست وهمية انما في العراق وهذا ما وصل اليه بلد النفط والخيرات يبحث الانسان فيه عن قوت يومه في كومة نفايات سراقه الذين عمقوا جرح فقره وموت مستقبل شعب ما زال يحلم بحياة كريمة اشتركوا في القناة